تتشابك عقدة رئاسة البرلمان دون التقاط طرف خيط الأزمة من أي حزب سياسي مراسلنا أحمد ليث رصد لنا مفاوضات أصحاب الاستحقاق ومطالب الشركاء في هذا التقرير نتابع وسطات ومبادرات على مدار أكثر من سبعة أشهر ولكن بلا نتيجة سياسية خرجت بها الأحزاب السنية وتمكنت من فك عقدة الخلاف على رئاسة البرلمان فالشخصيات المرشحة وطبيعة منح الاستحقاق يقول مراقبون بأنه حال الاتفاق عليها سيتغير الوضع تماما ويميل بعدها لحل واضح تنجح بسبب أنه ليس هناك مقدمة لتلك الوساطات يعني الوساطات فشلت تقريبا جميع الوساطات تقريبا فشلت وأغلب الطروحات أيضا فشلت المسألة الأساسية للانشقاقات داخل المكون السني والانشقاقات مع الأسف ليس على المصالح وإنما على مصالح شخصية يعني مصالح منافسة شخصية أكثر ما هي منافسة من أجل برنامج أو أهداف معينة الإطار التنسيقي ومن معه من حلفاء الكتل السنية يحاولون أن يقفوا على مسار الداعم والمنتظر لأي اتفاق حقيقي شريطة أن يختلف كاملة عن الذي جرى في جلسات انتخاب رئيس البرلمان الماضية وهنا عند هذا المشهد فصلاحيات إنهاء أزمة هذا الاستحقاق أصبحت تتطلب الموقف لا لخطاب المحاولات عكس هذا الخلاف على بقية الكتل الأخرى عطل المسألة التمرير رئيس مجلس النواب أعتقد أنه مطلب الإطار التنسيقي من الأخوة الكتل السنية بالاتفاق على مرشح واحد يعتقدون من خلال هذا الطريق سوف يحسن هذا الملف ويتم تسمية رئيس المجلس لكن حتى هذه اللحظة أظن أنه مسألة الاتفاق مسألة في غاية الصعوبة وفي الوقت الذي تتعدد به المطالب لحسم منصب رئيس البرلمان ما تزال الكتل السنية في مأزق الخلاف على الشخصيات المرشحة من دون اللجوء إلى مبادرة باستطاعتها حل هذه الأزمة أحمد ليث بغداد قناة الرابعة